نروح لأخبار نادي إزة مالك ونبدأ من عند المدير الفني جوزيك جامز اللي حسم موقفه من تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة المرض بالتحديد خلال الفترة المقبلة وكشف مصدر داخل إزة مالك قال إن جامز بيرفض تطبيق سياسة التدوير بين الحراس وهيعيد عواد بشكل أساسي لحراسة مرمى الفريق مع استقناف بطولة الدول عواد دلوقتي موجود مع المنتخب الوطني بيستعد لمباراتي بوركينا فاس وغينيا ببساو في أطسفيات المؤهلة لكاس العالم كان محمد صبحي شارك في مبارات الزمالك أمام الاتحاد السكندري اللي انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل لشيء ولكن عن سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى جمز قال إن هو ما بيحبش كده ويستحب إن يبقى مركز حراسة المرمى مركز ثابت لكن سياسة التدوير ده شيء هو ما بيفضلوش كمان من أخبار نادي الزمالك إن استعجل مسؤولي نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرت القدم إرسال باقي قيمة مكافئة فوز الفريق ببطولة كأسة الكونفدرالية الأفريقية كان الزمالك تسلم دفعة من مستحقاته لدى الكاف بعد تتويج الفريق على حساب نهد بركان المغربي وبيرغب الزمالك في الاستفادة من المقابل المادي اللي يحصل عليه من الاتحاد الأفريقي طبعا لحل أزمة المستحقات المغربي خالد بطيب لاعب الفريق السابق وحل أزمة إيقاف القيد الزمالك عنده أكتر من مشكلة وأكتر من أزمة خاصة بالمستحقات ولازم الفترة اللي جاية يبتدي حلها بشكل سريع نروح لخابر تاني وسيطرت حالة من الاستياء على مسؤولي نادي الزمالك من إعلان نادي بيراميدز مخاطبته إدارة الزمالك للحصول على 3 مليون جنيه بعد فوز الزمالك بي الكونفدرالية ده طبعا طبقا للشروط الموجودة في عقد سواء دونجة أو عمر جابر المصدر قال إن مجلس الإدارة كان بيفضل إن يكون التواصل عن طريق الاتصالات وإن ما يتم مش نشر خطابات بيراميدز في وسائل الإعلام وقال كمان إن مجلس الزمالك حريص على دفع مستحقات نادي بيراميدز في الأيام القليلة المقبلة في ظل طبعا العلاقات الجيدة اللي بتربط الناديين خبر تاني معانا خاص بي نادي الزمالك اللي قرر برئاسة كابتن حسين لبيب بتعين كابتن بدر حامد رئيسا لقطاعات الناشئين لكرت القدم بالنادي في الفترة الحالية وجه طبعا وجهه كان جيجا حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وجه الشكر لكابتن محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين السابق على الفترة الأضاها وده بعد ما كابتن حمد حلمي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه وتمنى التوفيق لقطاع الناشئين الفترة اللي جاية وطبعا الاستفادة منه دايما في أي منصب كأحد أبناء نادي المخلصين أكد حسين السيد أنه تم عقد الجلسة مع كابتن بدر حامد لوضع كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بقطاعات الناشئين استعددا للموسم الجديد بالإضافة كمان للتنصيق معاه فيما يخص تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بفرق القطاعات بنتمنى إن شاء الله تكون فترة موافقة لكابتن بدر حامد إن شاء الله الفترة القادمة في ظل القيادة قيادة قطاع الناشئين للنادي الزمالك ونشوف أسماء كتير وعدة إن شاء الله نقدر أو يقدر نادي الزمالك أنه يستفيد بيها في الفترة القادمة من أجل التصعيد طبعا للفرق الأكبر